في إطار التطورات التي تشهدها ودادية الوحدة السكنية التعليم بجيتة داخل وادي الذهب اجتمع المكتب الإداري للودادية هذا اليوم في إطار دراسة هذه المستجدات المكتب الودادية هو دائما كان يشتاقل إلا أن منذ زمن نحن تعطلنا بسبب إكراه وهو عن الوعاء العقاري لهذه الودادية لا يتحمل عدد المخارطين المستجد الذي نختار من طالع لها الرأي الوطني والجهوي ومخارطين الودادية هناك ما يسمى بتنسيقية متدررية ودادية الوحدة السكنية التعليم وهذه التنسيقية نحن على كل حال نشكرها لا أحد تخدم في إطار الودادية إلا أن في الأخير ظهر بيان انتشرف وسائل الإعلام مسطرة في هذه التنسيقية عدة وقفات وهذا البيان يشمل عدة نقاط اللي خرج عن النطاق الودادية وهو اللي إحنا كمكتب ودادية نتبرر من هذه التنسيقية ونتبرر من أي حد الذي يدخل علينا شيء ما عنده علاقة بالودادية السكنية التعليم طرحنا مقتراحات وعندنا مقتراحات اللي نقدموها للسلطة بطريقة كتابية موضحة من طرف المكتب الرؤية للحل هذه الإشكالية التقنية العند الودادية نطلب من الجهات المختصة اللي هي الولاية وملاك الدولة عنها تبحثنا عن وعاء عقاري إضافي لذلك نجبره حل لهذه الإشكالية اللي نعانو منها واللي هي عنها التجزية ما هي كافية عدد المخريطين الحل الثاني هو نطلب من الجهات المختصة والتقنية وخاصة السيد الوالي يعطى أمره الوكال الحضرية في قبول إعادة تصميم لهذه التجزية عندنا إشارات نقتلوها لما يسمى بتنسيقية متدررية ودادية الوحدة والله ليلة الحد كانت عدة واقفات واللي على أساس تلاقينا مع السلطات المحلية في طار عنا نجتمعوا وعنا السلطة فاتحة مجالها للحل تفاهمنا عن يوقفوا ذلك الوقفة اللي كانت يوم الحد كيف تبدأ الولاية والله لإيجاد والله لبداية المساورات في هذا الحل إلا أن لجنة الاتصال مع كامل الأسف نحنا تفاهمنا معها عن هلاهي توقف ذلك الوقفة اللي كانت يوم الحد وعقبت معه كامل الأسف خلق تعتيم من طرفه على ما حدثه وفي ذلك اللقاء وما يزري في هذا اللقاء إحنا خاصنا نوضحه كمكتب بدادية وإحنا مرحبين به وكنا هو هو بداية الخطوة اللولة في إيجاد الحل إلا أن تبيننا عنه مكتب الاتصال اللي هو الممثل اللي ما يسمى بالتنسيقية عنده أهداف مات لا تخدم الودادية عنده أجندة نحن ما عندنا علاقة بها ونتمنى عنها تراجع رؤسه ونتمنى عنه نتعايش في هذه الجهة باستقرار وإمن عنده أي شيء لا يسبب أنه أمن والله عدم أمن والله عدم استقرار والله عدم طمأنينة إحنا ضده كويدادية وضده كساكينة من ضمن هذا اللي عاد ترفع من الشعارات اللي فيها على كل حال ميز عنصوري واللي تمس من الأشخاص واللي تمس من السلطات المحلية نحن ضدها ونتبرعوا منها ونطلب السلطة عنها كلها يتحمل مسؤوليته في ذلك الشيء اللي يقول في فقفاته منتدى اللي هو منتدى كران سبونتانا ونختاره وتعود نعوده كاملين متفاهمين ومتعايشين ومظاهرين عنه ما عندنا مشكلة إلينا يتخطع عن هذا المنتدى لأنه هذا المنتدى نحن عندنا فيه مكاسب سياسية ومكاسب اقتصادية الجهة نحن تسيس الملف وتحاول تهدد الأمر وتحاول تهدد السلم الاهلي للزاكنة وتحاول تبحث رسائل من وراء الودادية تحت غطاء تنسيقية رجال التعليم لذلك نحن وهذا النوع من الناس نتبرها منهم ورمنا متنا متواصلين معهم ولا بيننا معهم ما هو المبلغ؟ 1500 زايد 50 درهم 1500 و50 درهم يتراوح المبلغ ما بين 600 و 32 و 1 خارق الذي يدافع 200 درهم خارق الذي يدافع 200 درهم خارق الذي يدافع 200 درهم انظر المشروع نظرة اقتصادية ما هي نظرة اجتماعية سكنية رجل التعليم عادي يفكر يقول لك أنا هذه البقعة عادي يجلسة مصرية يسور عنها 30 مليون أو 40 مليون هذه المشكلة ترجمة نانسي قنقر